سل العلماء من ورثوا الكتابا بهم مانا الهدى نورا وطاها وفي الطهو الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدونا صوابا تستفتي فيهدونا صوابا الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على النبي الامين وآله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احبتنا الكرام الى حلقة جديدة من برنامج الافتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية اسعد بكم دائما واسعد بضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا اهلا وسلام بكم شيخ علي وانا كذلك ارحب بكم وارحب باخواني واخواتي عبر هذا الاخير واسأل الله جل وعلا ان يجعله لقاء طيبا مباركا ينفعنا ويرفعنا الله به في الدنيا والاخرة ولوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين اللهم امين مرحبا بكم وباسئلتكم واستفساراتكم على الارقام المتاحة على الشاشة نبدأ بالاتصالات هذه الحلقة من السعودية ام عبدالرحمن تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزاك استاذ فياصل انا فيما عندنا في القرية مكتب دعوي ومندوبية ويقضي من ولد البنتي عمره 18 يعمل في المعالم مندوبية وقلت عقلي معك مصحف قلت لي يجيبهم المكتب وانا جاء هنا في الحكم وجابها لي وبعد فترة قلت انت منين جيت من المصحف لو انه وقف قال والله مدريا قدة انا جيت من المسكد حق الدعوي دا ولا جيت من المسكد في القرية هل ذا الحين انا كنت جاء هنا بالحكم هل اشري مصحفة انا حط واحد في المسكد حق المندوبية واحد في مسكد القرية ولا جيب واحد تبرد المسي طيب فهمت السؤال طيب طيب الله يبارك ولو كنت جاهل يا سيد طيب طيب واضح ابي الشيخ يبقى اجيب الله يجباك الله يبارك فيك ام خالد من السعودية اتفضل ام خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل اي عندي سؤالين لا تسمح الاول السؤال الاول اي ما افضل يعني في انتظار الصلاة هل اكون على وضو مثلا من صلاة العسر وابقى على وضو لصلاة المغرب والعشاء او الافضل اني اجبد الوضو عندك لصلاة اي يوم اعظم اجر طيب السؤال الثاني في سورة الكهف قصة اصحاب الكهف عندما قال الله سبحانه وتعالى فلا تماري فيهم ان المراء الظاهر ولا تستفت فيهم منهم احد ما الشكمة من اخصاء قصة اصحاب الكهف حتى لا يعلمها احد يعني حتى الرسول الله عزل قصتك العدد يعني لا قصة يعني الله سبحانه وتعالى يعني امر الرسول انه ما يستفت فيهم منهم احد حتى قصتهم غامضة يعني ما طيب يعني ما هي معروفة يعني كثير حتى شرحها في في التفسير وكذا ما هي واضحة طيب شكرا جزاك شكرا لك احمد من السعودية فضل احمد ايه والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تركت الصلاة لان عندي اسواس في غسط الجنادة وقعد ساعة وانا اتصل من جنادة طيف وتركت الصلاة تركت الصلاة لان نقعد ساعة وانا اتصل من جنادة اتعد ساعة وانا اتحدش وانا اتصل اتعد طيب طيب شكرا الله بارك فيك أمم محمد من مصر تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك والله واحد توفى وعنده زوجتين زوجة عندها اولاد وزوجة ما عندهاش اولاد الزوجتين دول حيورسوا ايه من الزوج طيب طيب شكرا الله بارك فيك أم أنس من سعودية سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمعك اندي السؤالين هل انا اذا كان بيني وبين احد خطوما وبينت لهم اني انا ما بيني وبينهم اي شي واني لكن في نفسي لا ادي عليهم او هل علي شيء طيب اذا بينت لهم اذا واخفيت العداوة طيب اسأل الثاني هل الصدقة تدفع البلاء والأذى طيب خط الطعام 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 طيب شكرا الله بارك فيك تمر عبدالله من سعودية فضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل لو سلمحك اندي شوء تفضل بالنسبة لمعاذرة عبدالله من السعودية فضل عبدالله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا سجد الإمام سجدة ثالثة طيب زيادة في الصلاة وتأكد الماموم هل يسبب معه أو لا طيب ما أحد نبه يعني أم كان وثنين ما كان في عدد طيب طيب إمام وماموم طيب تسمع يا جبه شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا الشيخ علي الأختم عبد الرحمن تقول أن أحد أحفادها يعمل في جمعية الدعوة فطلبت منه مصحفا فأعطاها فبعد مدة سألته عن هذا المصحف فأخبرها أنه وقف ولا يدري هو أتى به من المسجد أو أتى به من الجمعية تقول حتى أبر ذمتي وأنا الآن عرفت الحكم وأنه وقف هل يعني أوقف مصحفين في الجمعية وفي المسجد أو يكفيني مصحف واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملين صالحيننا في عيني يا عفو يا كريم هذا المصحف والله أعلم أنه من الأوقاف ويكتفي فيه أن ترجع المصحف هذا فتضعه في مسجد من المساجد كفارة لها عما فعله حفيدها لما جاء لها بمصحف ظاهره أنه وقف ويكفيها واحد أن ترجعه إلى المسجد تبرأ به ذمة فإن كان باقي هذا المصحف عندها فترجع عينه وإن كان قد تلف أو تمزع أو لحقهما لحقه تخرج بدلا منه وتضعه في مسجد من مساجد المسلمين والله أعلم أستاذي أنكم استقوال بعض التصلاة معنا من اليمن ومعبد الرحمن تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ثلاثة سنة كيف؟ أنا ثلاثة سنة الأول؟ الأول عندما نكمل الصلاة تلطار هل نقول فيها بإذكار الصلاة اللهم لا مانئوا ما أعطيت اللهم الحقيمين لما نحصل لأن فعد الجدة مجكل جد لا إله إلا الله لا نعبد الله إياه لهم نعمال للفضل والسنة والسفل لا إله إلا الله مستقيم والدين والكرياء والكافرات طيب هل تسألين هل هذه من أذكار بعد الفضل هل هي من أذكار الصلاة بعد الصلاة طيب السؤال الثاني السؤال الثاني عندما نركع ونستقيم سوا ونقول سمع الله من الحمد هل نقول الله أكبر بالأوور سمع الله من الحمد أم سمع الله من الحمد بسرد أعيدي سؤالك ما فهمتك عندما نركع تمام نرفع من الرجوع ترفع من الرجوع طيب هل نقول الله أكبر سمع الله من الحمد أم الله أكبر وأم نسمع الله من الحمد بلا الله أكبر طيب فاررفع من رجوع طيب السؤال الثالث تضلي عندما نقرأ اشهد الأوصال ونستقيم الغير هل نقول الله أكبر وإحنا هنا بجاء ونقول الله أكبر عندما أرفع الرجاء طيب طيب يلا الله يبارك فيك شكرا لك أحمد من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كل يوم بغيت هدمن الشيخ يعطيني نصيحة أنا كل يوم أمارس العادة السرية أنا كل يوم أمارس العادة السرية وأصبت بمراضة شديدة في جهاز البولي طيب طيب شكرا جزيلا للأخوة والأخوة جميعا هنا شيخنا الأختم خالد سألت أيهما الأفضل أن يستمر الإنسان على وضوءه وعلى طهارته ويصلي بهذه الطهارة أكثر من فرض أو أنه يجدد الطهارة عند كل صلاة وهي تقول في انتظار الصلاة فهل هذا يعتبر انتظار للصلاة نعم يستحبل تجديد الوضوء عند كل صلاة فإن في تجديد الوضوء نزول لهذه الذنوب حط لصغائرها وكذلك لو بقيت على وضوءها الأول وصلت به فإن صلاتها صحيحة ولا حرج عليها لكني أخشى أن يكون هذا التجديد مدعاة للوسواس فإن كذلك فيجب عليه أن تنتهي منه لا تجدد الوضوء لأجل ذلك والله أعلم المقصود بانتظار الصلاة الوارد في الفضل العظيم في الحديث ما هو يا شيخنا؟ انتظار الصلاة للرجال في المساجد وللنساء في بيوتهن في مصلاها أو تتهيأ للصلاة هذا من انتظار الصلاة لأداء الفرض بعد انتهاءه من الفرض الأول والله أعلم سألت أيضا عن سورة الكهف وما ورد فيها فلا تماري فيه أحدا هل هناك نهي عن ولا تماري فيهم إلا مراهم ظاهرة ولا تستثفيهم منهم أحدا تسأل تقول لماذا هذه القصة فيها النهي عن الإنسان استفسر عنها ليس في خبر أصحاب الكهف هم الفتية الذين ملأ الله قلوبهم إيمانا ففارقوا أقوامهم لما كانوا على الكهفر والشرك وإنما نهي الله جل وعلا فلا تماري فيهم أحداء من أهل الكتاب الذين يمارونك ويجددونك في عددهم وعدتهم وإلا مراءا ظاهرا أي ما أخبرناك عنه في هذا الكتاب وفي هذا الوحي كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعموم أمور الغيب ينهى الله نبيه أن يتكلم فيها إلا بعلم وأنه موصول إلى المؤمنين لا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا آه وعلا الله أخي أحمد شيخنا يقول لنا مصاب بالوسوسة وخصوصا في غسل الجنابة حتى وصل به الأمر إلى ترك الصلاة فهل من توجيه هذا مرض ويجب أن تنتبه له يا أخي وتعالج نفسك منه وترك الصلاة كفر ولو كان بالداعي الوسوسة فإن هذا لا ينفعك وإلا فإن المرض يعالج منه ولا يسترسل معه صاحبه والذي أشير به عليك فأنصحك به نصحا لازما أن تراجع المختصين لتقوى نفسك على ترك هذا الوسوس وأن لا تترك العبادة والطاعة لأجل هذه الوسوس فتكون مستسلما للشيطان الذي يرد منك أن تترك دم الله وتخرج منه بالكلية عافاك الله وعافظ الله جميع المسلمين والمسلمات والله أعلم نستدر لكم استقبال بعض الصلاة معنا أم محمد من اليمن تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ما صحة حديث الهدى التي يقال أنها ستحدث في رمضان وفي كل رمضان يكتر الحديث عنها وهناك بعض العلماء أنكروها وبعض العلماء قالوا أنها صحيحة وخصوصا كعب الأحبال فهذا الحديث صحيح أو مغضور جزاركم الله خير حديث ماذا؟ حديث الهدى التي تحدث في رمضان حديث الهدى التي في رمضان الهدى كذا؟ أيها حديث الهدى التي قالوا أنها تحدث في رمضان طيب طيب شكرا شكرا أم تركي من السعودية فضلي أم تركي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزارك الله خير في حربنا استطت يعني شهرين شهرين استطت و درت حكم نفس وهي جاهلة بالحكم لا صلت ولا تقول حكم نفس حكم النفات ولا صلت ولا شيء وهي جاهلة بالحكم ولا تدري كم الأيام يا استاذ ريفزاك ما أدري ما تدري كم الأيام وهي ما تجاهلة بالحكم إنها سكاط هذا دم تفاسد ما رأيكم يعني أنها بعد ما سقطت استمرت 40 يوم ما صلت استمرت ومدري كم حتى طهرت لكن تقول ما أبرفها الحكمة ما بحكمة الجنين اللي يجيب الحكام هل علىها الصلاة ما تدري كم الأيام هل علىها تعيد الصلاة وهي جاهلة بالحكم وهو ما كان من الإسلام المسلمين ما كارثي شتين يوم جاهلة بالحكم يا انفهمت الحكم ما تدري كم الأيام هل تصلي ما راح ما يقبلك فعل واضح واضح طيب ما يقبلك شكرا لك شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا هنا الأخت أم محمد من مصر تقول توفي شخص وعنده زوجتان فما نصيب كل زوجة علما بأن إحداهما لها أولاد والأخرى لم تنجب وجود الأولاد في إحدى الزوجتين لا يمنع من ميراث الزوجة الثانية والزوجتان تشتركان في الثمن لأن المتوفى له أولاد فنصف الثمن للزوجة الأولى والنصف الثاني للثمن نصف الثمن الثاني للزوجة الثانية ووجود الأولاد عند إحداهما لا يمنع الثانية من الميراث وإنما الأولاد يريثون بحسب نصيبهم للذكر مثل حظ الأنتيين والله أعلم هنا الأختم أنز سألت عن أنها بينها وبينها بعض الناس خصومة فأمامهم كأنها يعني تتسامح معهم أو تلاطفهم ولكن تقول في نفسي أني لم يعني أسامحهم وأخفي العداوة وأدعو عليهم أما ما يتعلق في المجاملة بإظهار حسن التعامل معهم والبشاشة فهذا مما تؤجر عليه لكن لا يكون هذا إظهارا لهم بخلاف ما تبق لهم من البغض والكراهية فهذا لا يجوز لكن المؤمن يعفو ويصفح وأيضا لا يجامل على حساب دين هذه مسألة وكونها لم تسمح في قلبها فالأمر لها إذا كان الحق لها بأن ظلموها فإن الحق لها إن شاءت تنازلت ولها الأجر وعفت ولها الرفعة هو العفو وإلا فالحق لها تستوفيه إن كانت في الدنيا أو في الآخرة ووصيها بالعفو فإن الله ما زاد عبدا بعفو إلا رفعة وعزة والله أعلم سألت عن الصدقة وخصوصا طعام الطعام هل هي تدفع الأذى وتدفع كذلك البلاء نعم الصدقة عموما بأنواعها الصدقة الجارية أو الصدقة المطلقة من فضائلها أنها تطفئ غضب الرب كما جاء بذلك الحديث حديث أبي أمامة الباهدي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوق وهذا من البلاء والصدقة تطفئ غضب الرب فرجه الإمام أحمد بإسناد جيد وروا أبو يعلى وغيره عن علي رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال باكروا بالصدقة فإنها لا تغادر البلاية ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد على النساء كما في الصحيحين أمرهن بالصدقة لما ذكر أنهن أكثر أهل النار فدل على أن الصدقة دافعة للبلاء سواء في الدنيا أو في الآخرة والله أعلم نسأل لكم استقوال بعضات الصلاة معنا من الجزائر أبو أنست فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رب يحفظك أخي فيصل ويحفظ الشيخ إن شاء الله آمين آمين الله يزاك خير رب يحفظك أني ثلاث أسئلة هنا الأول رب يحفظك هناك أنك يدخلون مع الإمام وهو راكع طيب فيكبرون التكبير الواحدة تكبيرك الإحرام طيب ما حكم هذه الركعة رب يحفظك سعاد ثاني سعاد ثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدوامه وينقلب خاصة في القيام التعب والحرارة والنوم قليل هل أنت يجد الإنسان أن يصلي ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات هذا يدخل فيه من قلب طيب سؤال تاب نعم أخ فيصل أرجو الحارق اللحية هل يؤمن ناس يجد الإنسان أن يؤمن ناس طيب طيب تيمم وبصلي تيمم بجوز صلي فيه الأوقات يعني الخمس أوقات أو أربع أوقات طيب أنت مضطر لتيمم يعني مضطر لأنه ما بحسن بيشي وما في حادي عندي يعني يعني ياخذني على المي طيب فبضع بضطر عب تيمم وبصلي فبضع بجوز يعني نصلي بالتيمم يعني وقتين ثلاثين طيب طيب ما شاء الله يعطيك الله يبارك فيك شكرا شكرا أبو يوسف من فرنسا تفضل بيوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا فيك سؤال يعني هل يجوز للمتوضي هل يجوز الاقتذاب المتوضي نعم هذا يكون من يخلفه فالمعناه هذا هل يجوز الاقتذاب المتوضي وسؤال فربرة الله وبركاته كيف الاقتذاب المتوضي ما عليش أبو يوسف كيف الاقتذاب في الصلاة يعني نعم نعم صلاة 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 الاقتداء بالمتوضي بالمتهمم في الصلاة نعم المتهمم وأيضا هل يجوز الاقتذاب الجالي ولو كان فئة من الرجال لا يستطيعون الإمام هل هذا نقدمه ولو كان جالسا أو حين يكون فئة من النساء هل يجوز ايضا الاقتذاب الجالي طيب في الصلاة طبعا طيب 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 بارك الله فيكم ونزلكم الله خير الله يبارك فيك أم شعل مسعودية فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بالله لو سمحت بسعل فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث من قرأ قل هو الله أحد في اليوم عشر مرات بني له بيتا في الجنة قصرا قصرا في الجنة طيب طيب الشكر الله يبارك فيك شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا هنا شيخنا الأخ عبد الله سأل عن شخص اتم بشخص آخر فصلى به وسجد ثالث سجدات فيقول هل يعني يتابع في السجدة الثالثة وهو متأكد أنها زائدة إذا سجد الإمام ثلاث سجدات وقد أشر بيده للمأمومين أن يتابعوه فيها فيجب أن يتابعه أما إذا لم يؤثر لهم فإن السجدة الثالثة فاطلة لا يوافقه عليها المأموم فإن المأموم لا يوافق الإمام على شيء زايد في الصلاة وهو يعلم ذلك ما لم ينبههم الإمام بيده أو بإشارته إلى أن يفعلوها معهم والله أعلم هنا الأخ أول أختم عبد الرحمن تقول بعد الفرض سألت عن بعض الأذكار التي بعد الفريضة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هل هذه واردة من أذكار ما بعد الصلاة نعم هذا الذكر الذي ذكرته وارد عقب صلوات الفرائض اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والأذكار عقب الصلوات مبثوثة ومشهورة في كتب الأذكار الصحيحة وكتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حث المسلمين على حفظها وتعلمها وإرادها بعد انتهائهم من الفرائض لأنها مما يتكذر معهم يوميا فسباتهم عليه فيها أجور عظيمة لا ينبغي للمؤمنين أن يفوتها أو يغادرها والله أعلم سألت في الرفع من الركوع هل هو الذكر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فقط بدون تكبير أو هناك تكبير أيضا الرفع من الركوع كثيرا طيب ومباركا فيه إلى آخره لعموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والله أعلم هنا سؤالها الثالث عن القيام من جلسة التشهد الأول تقول متى نكبر للرفع يكبر في أثناء انتقاله من جلسة التشهد إلى قيامه واقفا معتدلا هذا وقت التكبير في أظهر أقوال العلماء لأنها تكبرة انتقال والله أعلم هنا أيضا أحد الأخ أحمد يقول أنه يعني مبتلى بما تسمى بالعادة السرية ويقول أنها أني تضررت منها كثيرا ويريد نصيحة وتوجيه منكم أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنه وعن المسلمين جميعا كل بلاء وكل شر وهذه العادة فيها الضرر النفسي والضرر البدني وفيها مخافة الإثم عليك يا أخ وأعظم ما تواجهه بها ثلاثة أمور الأول اللجأ إلى الله سبحانه أن يعافيك ولا يبتليك وهذا يحتاج إلى دعاء وقوة قلب وكمال تعلق به سبحانه ثانيا أن تتزوج تعف نفسك بالحلال عن الحرام ثالثا أن تراجع المفتصين لأن هذا الأمر له مرد النفس وله عواقب وأعباء نفسية فالمختصون يساعدونك في تخطي ذلك وهذا من طلب العلاج والله أعلم نسألنكم فضيل الشيخ في استقوال بعض الصلاة معنا من السعودية أمت الله فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي ثلاثة أسئلة السؤال الأول أحيانا وأنا أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة فأكون في منتصف السورة مثلا عند مالك يوم الدين فيطرع على فكري شيء ما فعدم الانتباه أجدني أعيد السورة من البداية هل أكمل السورة من البداية أم أعوذي في منتصف السورة طيب هل أتضحت السؤال أتضح؟ طيب تمام السؤال الثاني إذا كان الخوف طويلا هل المسح يكون على موضع الفرد فقط؟ طيب السؤال الثالث إذا كان برضو الخوف طويل ومسحت على موضع الفرد وانزح الخوف قليلا لكن لا يزال يغطي موضع الفرد هل هذا يؤثر على المسح؟ كيف يعني ينزل يعني؟ إيوه يكون طويل فينزح لكن يغطي موضع الفرد طيب كتب الله عجب شكرا أمين من السعودية فضلي أمين لا حيي أقول لك معلش بعديتك بس سؤالين السؤال الأول ما المقطوض بالتنكيس في القرآن في الصلاة؟ طيب يعني هل هو داخل الصورة صورة بصورة أو آية بآية؟ طيب طيب بالنسبة للتلاوة أنا نفس السؤال في نفس الإطار مثلا بالنسبة للتلاوة هل يعني البسملة واجبة في بداية الصورة ولا حتى لو أنا قريت مثلا من داخل الصورة؟ طيب مثلا أنت في صورة أتيم مثلا تجي تجي آخر الصورة فهذا الموقع برضو بسملة والاستعادة من الشيطان مع البسملة ولا لازم بداية الصورة البسملة؟ في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ أي إن كان هناك تلاوة تلاوة القرآن بشكل أعم من المزحل مباشرة طيب 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 السؤال الثالث قليم عليك بعد إذنك ما المقصود بالميل القلبي إذا كان ما من زوجين تان المقصود بالميل القلبي إيش؟ إيش المقصودان بالميل القلبي؟ وهل فيها إثم ولا ما فيها إثم؟ طيب طيب الله إذا خير إذنك الله إذنيك فيسا مسعودية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مسي عليك وعلى الشيخ الله يجزاك خير وحييك عندي سؤالة لو اتكرمت الأول الأول احنا شسمه سنويا نصيف الجنوب شهرين هل يجد لنا طول الشهرين هذي نجمع ونقصر لأن عندنا بيت وش اسمه مستقرين طيب السؤال الثاني السؤال الثاني شسمه هل عندي مخالفات مرورية طيب وحاول في الوالد طبعا بالنسبة أحسن واللطفة بأن يشددها عني ورافض وتضرب بسبب هذا شوي في السابات البنكية جمدوها عليك مخالفات عليك وتبغي يسدد ايه طيب تسمعي جاءب ان شاء الله احمد الله من السعودية تضلي احمد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عليك عندي استثار يا شيخة يقول لنا في يوم القيامة سبحان الله يكونون في درجات حسب اعمالهم وربي سبحانه وتعالى جعل كل انسان راضي بما هو فيه للنعيم لا غل ولا حسن بل راضين تماما الرضا الوضع هذا ما يجعل بعضنا يرضى بأقل للأعمال الصالحة ولينا في صغيره طيب طيب شكرا جزيلا للاخوة والاخوات جميعا شيخنا الاختم تركي تقول امرأة سقطت في شهرين فتقول انها عاملت هذا يعني معاملة النفاس ولم تكن تعلم فالان تقول ماذا علي فالأيام التي لم اصليها ولم اكن اعلم الحكم وقتها الاسقاط في شهرين لا يجعل هذا الدم النازل في حكم دم النفاس وانما هو دم نزيف واستحاضة والواجب عليها الصلاة خلال هذه المدة التي اعتبرتها نفاس وكونها لم تعلم بذلك وكانت جاهلة يرفع عنها الاثم وعليها ان تقضي الايام التي لم تصلي بها حالا وجود هذا النزيف وهذه الاستحاضة بنزول هذا الدم وها هنا تنبيه لاخواتنا انه لا يعد النفاس الا ما جاوز التسعين يوما حيث تخلق الجنين فبدى وجهه وبدى يداه بدت يداه ورجلاه فاذا تم اربعة اشفر فهذا نفاس اذا اجهضته بكل حال والله اعلم الاخ ابو انس من الجزائر يقول من يدخلون مع الامام وهو راكع البعض منهم يكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الاحرام فهل تكفيهم نعم من لحق الامام وهو في ركوعه فلا بد ان يكبر تكبيرتين الاولى وهو واقف لتكبيرة الاحرام والثانية اذا هوى راكعا وبهذا يدرك مع الامام ركوعه اذا كبر راكعا وسبح على الاقل تسبيحة واحدة قبل ان يرفع الامام رأسه وان لا فقد فاتته الركعة والله اعلم في الحديث ادومه وانقل يقول من هذا الحديث يكفي للانسان ان يداوم مثلا على ثلاث ركعات او خمس ركعات في وطره جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الاعمال الى الله ادومها وانقل والمراد بقوله وانقل اي مع المداومة عليه فلو جعل وطره ثلاث ركعات وداوم على ذلك فلا بأس واذا نوع في احيانه في احيانه يكون عنده سعة فيصلي وطره خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشر فلا بأس بذلك لكن لا يقل في وطره عن ثلاث ركعات ليحصل له هذه الديمومة فيحب الله فيحب الله عز وجل ذلك من والله اعلم سأل ايضا عن تقديم حالق اللحية اللي يأوم بالناس خصوصا اذا كان اغلبهم لا يتقدم او لا يستطيع ان يتقدم حالق اللحية مظهر هذا الفسق وكذلك مسكل الازاة والاولى اذا لم يكن غيرهما الاولى اللا يتقدمان في الامامة فان كان الناس من هذا الجنس وتلبسون بهذه المعاصي فلا بأس ان يتقدموا ويصلوا به وصلاة العاصي المبهر للمعصية صلاته في نفسها صحيحة لكن مع عثمه في نفسه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسبل هذا لا يتعلق بالامام او المأمور هذا بهما جميعا وهو من نصوص الوعيد تحذيرا من هذا الاسفال والله اعلم الاخ خالد يقول انه مقعد وفي بعض الصلوات ليس لديه من يساعد على الوضوء فيتيمم هل له ان يصلي بهذا التيمم اكثر من فريضة اذا تيمم المسلم لصلاته لعجزه عن استعمال الوضوء ثم حضرت الصلاة الثانية وهو قادم على استعماله بنفسه او بمعونة من عنده فيجب عليه ان يتوضى فاذا استمر عجزه ما عنده احد يعيقنه على هذا الوضوء فيجوز ان يصلي اكثر من صلاتهم بهذا التيمم والله اعلم ايضا الاخ ابو يوسف من فرنسا يقول هل يتقدم من طهرته التيمم على من توضأ الصحيح انه من تطهر بتيمم يأم من تطهر بوضوء لان التيمم فدل عن استعمال الماء لفاقده او كذلك للعاجز عن استعماله وهذا هو اصح اقوال العلماء اثرا ونظرا والله اعلم ايضا سأل عن امامة الجالس سواء كان من خلفه رجال او خلفه نساء هل له ان يأمهم وهو جالس اذا كان الامام اماما راتبا وصلى بالناس جالسا لعذره صح صلاة المأمومين من ورائه رجالا ونساء وهم طائمون اما اذا كان الامام غير راتب فالاولى ان لا يتقدم فيصلي بالناس فان تقدم والصلى بالناس والحالة هذه فصلاتهم صحيحة ويصلون وراءه قياما لا جلوسا حيث استقر به الامر في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صلى بالناس جالسا واتم به ابو بكر وهو واقف والناس يتمون بابي بكر وهو واقف والله اعلم لختم مشعل سألت عن حديث تقول من قرأ قل هو الله واحد عشر مرات بني له قصر في الجنة هل يثبت هذا الحديث ام لا نعم هذا الحديث حديث جيد جاءت له عدة روايات وشواهد تدل عليه انه من قرأها في ليلة او في يوم بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة وبعض اهل العلم ضعف هذا الحديث والاثبت من هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يقرأ القرآن كله في ليلة قالوا من يطيق ذلك قال قل هو الله احد تعدل ذلك القرآن فمن قرأها ثلاثا كأنما قتم القرآن في ليلة وهذا هو الاصح دليلا والاقوى والله اعلم هنا ايضا من الاسئلة التي وصلتنا هل يتعذب الميت ببكاء اهله عليه ام لا نعم جاء في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الميت لا يتعذب او لا يعذب ببكاء اهله عليه والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تأويله ومعناه فان كان الميت يعلم من اهله انهم يبكون وينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك ولم يأمرهم بضده يتحمل ذلك بعلمه بنياحتهم وبكائهم عليه ويحتمل ايضا انه يتأذى لما يرى من بكاء اهله عليه وهو في النعيم بسبب ايمانه وصلاحه وتوحيده فهذا الحديث على هذا النحو والله اعلم هنا سؤال من الاخت ود تقول دخلت الى مقهى وانا متأكد ان الحساب 29 ريال فقال محاسبا الحساب 25 نبهت اكثر من مرة على ان الحساب اكثر باربع ريالات لكنه لم ينتبه فهل اثم اني لم ادفع القيمة كاملة مدام انها اخبرته وكررت عليه الاخبار ولم يقبل فليس يتمن عليها لكني انصحها ان تتبرع بالاربعة الريالات الباخية التي تعلم انها من حسابه تتبرع بها للفقرة وان كان المحل قريبا تعيدها اليهم لان لا يتبرر المحاسب بهذا الحساب والله اعلم هنا سؤال عن حكم دعاء القنوط في صلاة الفجر والمحافظة عليه دائما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على القنوط في صلاة الفجر ولا في غيرها وانما قنت شهرا يدعو على احياء من العرب تجروا على القراء فقتلوهم وغدروا بهم واخلفوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وانما ان يجعل القنوط بصلاة الفجر سنة دائمة فهذا خلاف سنته وخلاف هدية والمداومة على القنوط بصلاة الفجر دائما من الامور التي لم تدل عليها الادلة وهي يخشى عليها الاحذات في دين الله والله أيضا هنا سؤال عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة الفرد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كثيرة في مكة قبل هجرته وفي المدينة بعدما هاجر اليها ولم يدعو بعد صلاته الفرائر ابدا دعاء جماعي يؤمن عليه الصحابة وهو احرصنا وادلنا على الصير وصحابته رضي الله عنهم احرص منا على تقفي هذه السنة فهي اشياء وجد سببها على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها ففعلها والحالة هذه تعبدا من البدع والمحدثات التي يجب تركها وعدم فعلها وعدم التبرير واشاعتها بين الناس والله اعلم معنا احمد من السعوديات فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله في صورة تتكرر في مصليات المجمعات التجارية او حتى على المحطات يكون هناك جمعتين مسافرين ومقيمين فأيهما أولى بالإمامة والجلد مسافر يقول أنا أولى وترك فكير وتركب المقيمين وحن أولى تتم معنا فأيهما أولى بالإمامة حسن الله تكون على الطرق يعني خارج المدينة يعني خارج المدينة وبعض الحيان يكونون مسافرون في أحد المجمعات التجارية مثلا صادفون ناس متاخرين للصلاة ودور المسافرين طيب طيب شكرا جزيلا للأخ الكريم بقي من أسئلة للأخوة الكرام هنا الأخت أمت الله سألت عن أنها في صلاتها تقرى الفاتحة ثم في متصف ربما الفاتحة يعني يأتيها شيء من الذهولة والشرود ثم تعود فتبدأ من البداية هل لها ذلك أو أنها تكمل من حيث وقفت هذا من الوسواس الذي يلعب بها الشيطان فيه عليها حتى لا تجعلها تعقل في صلاتها ويوهمها بالذهول وانبسيان وإنما تتقرأ الفاتحة ولا تعيدها فإن العلماء نصوا رحمهم الله على أن الفرض لا يعاد في الصلاة إلا إذا بطل والله أعلم سألت عن الخف إذا كان طويلا الجوارب هل يمسح على موضع الفرض أو كذلك على بقية هذا الخف هذا من الوسواس أيضا ونأخشى أن الأخت عندها وساوس وإنما يمسح ظاهر الخف من القدمين إلى مشط الرجل يعني عند أول الساق ولا يجب عليها أن تستوعب جميع خفها سواء كان طويلا أو قصيرا لكن لا بد في الخف أن يكون سافرا لجميع القدم حتى يصح المسح عليه والله أعلم الأخ أمين يسأل عن معنى تنكيس القرآن في الصلاة ويقول هل من صوره ما يفعله هو يقول مثلا في بعض الصور أني أصلي في الركع الأولى فأقرأ آخر البقرة ثم في الركع الثانية أقرأ من وسطها أو من أولها تنكيس القرآن الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه نكس الله من نكس كلامه هو تنكيس الآيات يقرأ الآية الأخيرة ثم بعدها الآية التي قبلها وهكذا لأن فيه تحريف لمعنى كلام الله وسياقه أما السور فلا يعد تقديم السور على أخرى بالتنكيس فإن النبي صلى الله عليه وسلم افتح صلاة الليل بسورة ألف لاميم البقرة ثم لما فرغ منها قرأ النساء ثم لما فرغ منها قرأ آل عمران في ركعة واحدة ولا يكون هذا تنكيسا وما ذكره أنه يقرأ في آخر في ركعة الأولى آخر البقرة ثم يقرأ في الركعة الثانية من أولها فهذا الفعل جائز مع الكراهة والله أعلم معنا من الكويت الأختم أحمد فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمك أمك طول بارك عيلا من أحكي من نعم أكثر الشيخ أنا من رفع نحط لي صبخة على راسي راسي أقول نحط لي صبخة البدو هذي طيب معي أبو هي معك تأخذ علي الحين فاقدنا الوع مع بداية السورة فقط أو حتى من أوسطها نعم البسملة تقرأ في بدء السور وإذا قرأ من أثناء السور فإنه يستعيد بالله من السيطان ويقرأ من غير أن يقرأ البسملة ولو قرأها فلا أرى فيها بأسا والله أعلم هو متزوج من اثنتين فيسأل الشيخنا عن ما يسمى بالميل القلبي ما معناه ويقول هل فيه إثم على الشخص الميل القلبي فيناه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة لما أمره لما أمرنا ربنا جل وعلا أن نعدل بين النساء وذكر جل وعلا أننا لا نستطيع أن نعدل وأن تستطيع أن تعدل بين النساء ولك رستهم فلا تميلوا كل الميل والواجب في العدل في أمور ثلاثة في المبيت وفي السكنة وفي النفقة هذه الأمور الثلاثة يجب فيها العدل ما لم تتنازل إحداهن عن هذه الحقوق كلها أو بعضها ولما ذكر الميل قال الله وقال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني ميل القلب بأن يكون بعض النساء أو إحداهن أكثر حبا له في قلبه من الثانية إما لجمالها أو لحسن خلقها أو لأمور أخرى لكن لا يظلم فيما يستطيعه ورب لا يؤاخذه فيما لا يستطيعه وهو ميلان القلب أما إذا كان يكره واحدة ويحب الثانية فهذا الكره والحب في يده فلا يجوز أن يمايز بينهما في هذا المعنى إلا أن يخير هذه المقروهة أني لا أجد في قلبي لك قبولا فين رضيت بالبقاء على هذا النحو إلا لا يظلمها والله أعلم الأخ فيصل يقول سنويا نحن نذهب في الإجازة الصيفية لمدة شهرين في المنطقة الجنوبية ولا نابيت هناك فهل نترخص برخص السفر أم لا كل من كانت له أكثر من إقامة إقامة في الرياض أو في جدة أو في أي مكان وإقامة ثانية في الجنوب أو في بلده الثاني فإذا وصل إلى محل الإقامة الثانية يتم صلاته فهذا من له إقامتان كذلك من له في الرياض منزل وله في القصيم مزرعة أو استراحة في حايل في تبوغ في الشمال في الجنوب إذا وصل إلى مزرعته أو استراحته أو مقار إقامته الثاني يتم صلاته ولا يقصر فيها ويكون الجمع والقصر بين المدينتين وبين هذين المحلين للإقامتين والله أعلم معنا الأخ محمد من فرنسا تفضل السلام عليكم الشيخ كيف الحال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عياك الله أريد سؤال برك الله في قلنا بالنسبة أكرمكم الله في انتبالي لماني حينما يصب في الملابس الداخلية هل هو ناجس يعني أقول قطرة أو قطرتين وربما تخرج هكذا وربما مرض وربما يعني تفكير أو كذا هل هو ناجس فلابد أن يغسل أو يكرت فقط مارك الله فيكم شكرا قصدك المذي ها المذي الماني 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 يقول يوم أربما الماني أقول الماني لأنه بيض حينما يصب في الملابس الداخلية هو أبيض طيب طيب شكرا وبرك الله الله بركك معنا بشار من عمان تفضل حياتنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياتك الله شيخ كيف الحال الله يحييك مرحبابك تفضل لو سمحت عندنا نحن شغالة مصيحية طيب هل يجوز أنت تاخذ القرآن من يعني من مكان إلى مكان طيب 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 الله يبارك فيك أم منصور من السعودية تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما خليك بسأل الشيخ عن الصلاة الشراق طيب ناس قالوا حديث ضعيف وناس قالوا وهي تعد العمرة مع الرسول صلى الله يليس الله خليك وضحنا الموضوع هذا طيب طيب وبعدين وحدة جات السبياء وقعدت في جدة أكثر من أسبوع والآن تجي تأخذ عمرة لازم تطلع فيل وعلي محرم ولا تحرم من جدة وتجي طيب هي في نيتها من أول أنها بتعتمر ايه من نيتها تجي بس أنها طاحت وكسرت يدها وبنتها كمان جات من رياق طيب هي تزيل بس تقول لي عن الميقات هل تنزل محرمة من جدة ولا لازم تروح وعلي محرم طيب طيب شكرا جزيلا للأخوة والأخوات شيخنا الأخ فيصل يقول عليهم مخالفات مرورية ويطلب من والده أن يسددها عنه فيقول أني تضررت أنه صار فيه تجميل الحساب أو إيقاف الخدمات فيقول يعني هل له على أبيه هذا الحق يعني يبيه خالف ويبيه يسدى المخالفات عنه هذا الواضح من كلامه نعم هذا لا يجب على الأب أن يسدد مخالفات ابنه في القيادة ما أخطأ به الابن يتحمله هو ولا يجب على الأب أن يسدد هذه المخالفات هذا لا يجب عليه شرعا وحتى لو تضرر بإيقاف الخدمات عليه هو المخطي هو المعتدي يتحمل نتيجة خطائه واعتدائه ولا يلزم ذلك أباه لأن هذا ليس من جلس النفقة التي مأمور للأب أن ينفق بها على ابنه ولو اقتضى ذلك أن يسنى الابن والله أعلم أمت الله من السعودية تقول أن في الجنة أن الله جعل لنا تلك الجنان نكون في درجات فكون أن أهل الجنة لا يتحسدون وليس بينهم غل فهل يرضى الإنسان بالدرجة الأقل في الجنة إذا دخلت الجنة فهي في نعمة وعافية سواء كانت في الدرجة الأقل أو درجة الأعظم لأن الله عز وجل يقول فمن زحزه عن النار وأدخل لجنة فقد فاز وما الحياة والدنيا إلا متاع وقرب تضمن دخول الجنة وما بعد ذلك يكون أما أن يسوّغ لها الشيطان بهذه الوساوس إذا كانت الأمور مقدرة ومكتوبة وما في تحاسد أكتفي بالعمل القليل ومن يضمن لك بالعمل القليل أو اليسير أو بتضيع ما تضيعين من الأعمال أن تدخل الجنة فالمؤمن يسعى إلى دخول الجنة وبعد الجنة إذا دخلها يزديل الله جل وعلا ما في النهوس من أسباب الحقد والحسد والشنآن كما قال جل وعلا ونزعنا ما في صدوره من غل إخوانا على سر المتقابلين نسأل الله جل وعلا فردوسه الأعلى من الجنة الله أعلم الأخت أم أحمد من الكويت سألت عن ما يوضع على الرأس مما يسمى بصبخة مواد علاجية وغيرها تقول أنها يمضي عليه أكثر من 12 ساعة تقول أنا أمسح فوق القماش الذي وضعته على هذه الصبخة هل فعلي هذا صحيح في الطهارة نعم الصبخة أو الصبخة مادة اللزجة وبعضها شديدة اللزوجة توضع على الرأس استطبابا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع وضع على رأسه أي على شعره القطمي وكان يمسح عليه مدة مسيره إلى مكة إلى أن حلق شعره في يوم النهر فتمسح على هذه الصبخة مباشرة ولا حاجة إلى الغطاء الذي فوقها إلا إذا كانت في لزوجتها تخشى من زوالها فتمسح على أول رأسها ثم تمضي البقية على غطاء الرأس والله أعلم تسأل عن زوجها تقول سبقا يعني حلف الحرام في الطلاق على الناس أن يكرمهم ولم يحصل ذلك تقول الآن هو فاقد لوعيه أنا أذكر تلك المرات ثلاث مرات هل عليه شيء في أن أخرج عنه شيء إذا كان حلف على أناس معينين أن يكرمهم حرم عليهم وطلق عليهم فيجب إكرامهم سواء بدفع الذبائح عليهم أو بالذبح ودعوتهم عليها وإن كانت لا تعلم عنهم نعم يبادرون إلى إفاء ما علق عليه تحريمه أو طلاقه لأنه في قول الأئمة الأربعة إذا لم يقع المشروط وقع الشرق فإذا حلف أن يكرمهم وطلق على ذلك علي الطلاق أغديكم وعشيكم أذبح كرامة لكم ولم يفعل فإنه يقع عليه المشروط في قول الأئمة الأربعة فالمسألة خطيرة ويجب أن ينتبه لها المسلمون ولا حاجة إلى إكرام الضياف بهذه العهود المغلظة من تحريم أو تطليق أو غير ذلك والله أعلم هنا لأخ بشار من عمان يسأل شيخنا عن أن لديهم خادمة نصرانية فهي وهي تنظف هل لها أن ترفع المصحف من مكان إلى آخر لا يجوز لغير المسلم أن يمس هذا المصحف فإن الله حرم مسه على غير المسلمين وغالوا على غير المتطهرين وفي حديث ابن حزب عن أبيه أبي بكر ابن حزب عن أبيه عن جد وأن لا يمس القرآن إلا طاهر ولو كان مسه لرفعه من مكان إلى مكان والله أعلم الأخت منصور سألت عن الحديث في فضل الانتظار من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وأنها تعدل عمرة هل هذا صحيح أم لا هذا حديث أبي أمامة الباه سدي بن عجلان بضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلى يذكر الله تعالى حتى تبطلع الشمس فيصلي ركعتين كان له أجر عمرة تامة 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 وأهل العلم مختلفون في صحته فمنهم من يحسنه ومنهم من يعله ويضاعفه وبقاء المسلم في مصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس سنة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان إذا صلى الفجر مكت في مصلاة حتى ترتفع الشمس من الضحى وأما الفضل فإنه متوقف على تبوث هذا الحديث وما في معناه ولو فعلت ذلك يرجى لها الخير الكثير والله أعلم سألت عن امرأة قدمت إلى جدة وهي في نيتها أن تعتمر فتأخرت في جدة أسبوع تقريبا تقول ماذا عليها الآن من أين تحرم إذا كانت ناولة العمر قبل قدومها إلى جدة فترجع إلى الميقات التي تجاوزت هو تحرم منه فإن كانت جاءت مثلا من المنطقة الشرقية أو من الرياض أو من الأفلاج أو من القصيم ترجع إلى ميقات السيل وهو قرن المنازل وقرن السعال وتحرم منه لعمرتها والله أعلم وصلنا إلى ختم هذه الحلقة نشكركم في ختمها شيخ علي وأنا كذلك أجدد لكم الشكر والدعاء وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميع المسلمين لمرضاته ويباعد عنا وعنكم أسباب صخطه ومقته وعقوباته وأن ينصر دينه ويعلي كلمته نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وذلدينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وصلنا وإياكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة وختام هذا الأسبوع أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل دمتم بعفو من الله وعافية حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدي العلماء من ورثوا الكتابا بهم مانا الهدى نورا وطاما وفي الطهو الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمدونا صوابا نستفتي فيمدونا صوابا ترجمة نانسي قنقر